لأم العوبة حلوة مو ما تخافش على الأهل بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهل أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتاب المحن وجينات الأصالة إبراهيم أهلا بك بش مهندس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة الحلقة التي تحمل الرقم 772 يستهلها المهندس عدلي بالحديث عن الأصالة خير أستاذ إبراهيم لا يوجد شيء كاشف حقيقي إلا في موجهة محنة أو كارسة المشاعر هنا لا تستطيع تزيف أن كنت كارها يظهر كرهك إذا كنت صادقا ومحبا وملتحما ومؤذرا بالتأكيد بيبان عليك وقت المحن تعرف الرجال فأنت ما من موقف سواء يتعرض له مسيحي أو مسلم إلا وتجد هذه اللحمة وهذه الأصالة وهذه الجينات الوحدة اللي في المكون المصري أيما كانت انتماءاته وعقائده تظهر فجأة بلا مزايدات وتجد الذي ينقذ المسيحي هو أخوه المسلم والذي ينقذ المسلم هو أخوه المسيحي وتظهر فعلا حقيقة هذا الشعب الجميل الطيب العريق بأصوله المتجذرة التي لا يستطيع أحد أن يعبس بها حتى لو كان هناك من لا يفهم هذا الأمر جيد عشان كده خلونا بداية ننعي رحيل هؤلاء الضحايا الأبرار في حدث حريق كنيسة أبو سيفين في إنبابة تغمد الله أرواح هؤلاء الضحايا الأبرار بواسع رحمته وربنا يشف المصابين بإذن الله تعالى ويخرجوا سالمين ولأسرهم كل الدعاء بالصبر والسلوان إن شاء الله كارثة إنسانية بدون أي نوع من التزويق ولا المزايدات والعالم مليء بمثل هذه الأحداث المؤلمة ولكنها في مصر لها طعم ومزاق خاص طعم مكاشف يكشف وحدة هذا الشعب بداية خلونا نشوف أبرز ما في الحلقة من عنوين مقالي ومقاله هي دي مصر والغربال شهادة من تونس وبعضمة لسانه تلوين الفار عار والشموع الحمراء علي بيك أبو الفتوح وفي أسرار الملك الموت عشقا وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن كما تعودتوا في هذا الظرف بالذات ضربة البداية معه مقالي ومقاله هي دي مصر وهي دي مصر الحقيقة في هذا الظرف الصعب في حادث حلق الكنيسة اللي عبر عنه الكاتب والمفكر الوطني المصري الأصيل جمال أسعد عبد الملك جمال أسعد عبد الملك واحد من الكتاب والمفكرين الوطنيين بصدق وعضو البرلمان لأكثر من دورة سابقة وصاحب تاريخ وطني مشرف الحقيقة بعد الحادث كتب جمال أسعد على صفحته على الفيسبوك هذه هي مصر كالعادة ظهر الشعب المصري الأصيل بهويته المصرية الجامعة في حادثة حرق كنيسة أبو سيفين المصريون من المسلمين والمسيحيين كانوا أسبق من الأجهزة في محاولة الإطفاء أو في إنقاذ الضحايا مثل المصري الأصيل محمد الذي أنقذ خمسة أطفال من الموت المحقق وقد كسرت ساقه وبيقولوا الغريب كالعادة نجد شلة المرضى الذين لا يتركون حادثة بغير إسارة ظلال طائفية حولها إلى أن ينتهي ماذا يريدون هؤلاء اتركوا الشعب المصري بأصالاته وشهمته بالرغم من بعض المواقف السلبية هنا أو هناك والتي لا ولن تؤثر على اللحمة المصرية الأصيلة ويختم جمال أسعد حمى الله مصر وشعبها الأصيل من الحاقدين الذين لا يريدون غير مصالحهم في إثارة فتنة يسقطها المصريون طوال التاريخ صد إبراهيم البعض بيلقح وكده وقول لك الأسباب وموراء الأسباب والحدث العبرة هنا مش بالأسباب العبرة بأنك انت كشعب ومسؤولين في مواجهة هذه الكارثة كان موقفك رافض أي يطلع مسكه ربائي يطلع واحد يعبط لكن هو كل الدلال بتشير إلى أن الحادث ومن خلال الطب الشرعي الموت نتيجة الاختناقات بصرف النظر هو إحنا أيام ما كان بيحصل التفجيرات في الكنائس كان فيه حد سوي في هذا الشعب بيؤيد هذا وإلا كلنا كنا بنعاني من يعني هو اللي كان بيفجر الكنيسة كان بيموت فيها المسلمين اللي كانوا ماشيين في الشرع ولي كانوا جوه بيعملوا أي حاجة ولي كانوا وشوفنا حادث مشابه في مسجد ما لسه أقولك ويتكرر الأمر في المسجد ويتكرر الأمر في مواجهة رجال الأمن العدو واحد العدو واحد أي أن كان فاللي عايز ياخده في سكة موقف يطلع منه يعني صاحب رأي وبطل حتليم قلة ودائم الظهور في هذا المشهد لكن الحقيقة التصرف تلقائي هو ده بلخاصة محمد الذي أنقذ خمسات أطفال وكسرت ساقه عرض نفسه للخطر لم ينتظر الدعم لما يجي واندفع بدون حسابات عشان هنا الجانب المصري الأصيل الذي يرى إخواته بيتعرضوا لمحنة مش هيقعد يفكر دول إيه هيجري ويندفع ويضحي وينقذ ويتعرض للمخاطر هي دي الصورة صورة شعبنا الجميل صورة شعبنا الأصيل وهو يرقد في المستشفى وقد عانى مثل ما عانى الآخرين هنا الكارسة ما بتفرقشي انت دياتك ما بسألش انت دياتك إيه أخنوقك ولا انت مش عارف إيه عورك لا ومتاخدوش السكة الخيبة دي لأن أنا في لحظة التوهج دي كنت أتمنى العدوة تنتقل إلى المجال الرياضي بتاع الصباطه المتطرفة عشان نشوف إن ساعة الجد بيحصل إيه بيحصل إن لما النهار مدرج زبالك كل الناس اندفعت تساعد لما حصلت هنا وهناك أحداث بقلمة نتيجة تطرفات الجماهير نالة منها الأهل والزمالك ما نالهم اللي اتنين وقفوا مع بعض وما زالت الشموع والموبايلات وضاء في لحظات الحدث هذه وحدة حقيقية ما بتقولش انت بتحب مين وانا بحب مين لكن احنا كلنا كمصريين لأ بيقلمنا الحدث يخصنا أيضا الألم يخصنا أيضا كلنا المصاب مصابنا المصاب مصابنا المصاب مصاب الجميع مش مصاب أحد فانت تألم لألم جارك أيا كانت ديانات هو يألم لك خلينا على هذا النقاء وهذه الأصلة وهذه الجينات الوحدة التي تجري في عروق المصريين دا كان كلام مهم جدا وكل الدعاء بالرحمة يا رب للضحايا والأسرهم يا رب بالصبر والسلوان ربنا سبرهم ويشفي المرضى والمصابين إن شاء الله يرجعوا ويخرجوا بسلامة بإذن الله النادي الأهلي نعى ضحايا شهداء الكنيسة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة وقطاعات النادي الإدارية والرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى ضحايا كنيسة الشهيد الشهيد ماري جوريوس أبي سيفين وإذ يعرى بالنادي الأهلي عن ألمه العميق لهذا الحادث الجلل الذي أوجع قلوب المصريين وأدماها يتقدم بخالص التعازي والموسائل كل الأخوة المسيحيين دعينا الله أن يلهم أهالي الضحايا الصبر والسلوان وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ بلادنا وينعم عليها بالسلام والرخاء إن شاء الله طيب في الكورة بقى الأهلي بيستانف تدريباته النهاردة استعدادا لمباراة أسترن كامباني المباراة مساء الأربع بإذن الله في استاد المقولين العرب في الجولة 31 للدوري ريكاردو سورش المدير الفني البرتغال اللي زي ما أنتم شايفين عمل محاضرة نظرية بعد هذا التمرين داخل الملعب قبل انطلاق المران اتكلم عن مباراة أسترن كامباني اللي جاية وبعد المحاضرة اللعبة قدت هذه التمرينة بقوة خاد حراس المرمى علي لطف ومصطفى شبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف دواردو ومدرب الحراس وإحسين الشحات اللي رجع من جراحة الغضروف في قطر أدى تدريبات تأهلية بالجارية حوالين الملعب ونفس بعض الفقرات طاهر محمد طاهر وصل تدريباته للتأهلية بالجارية أيضا تنفيذا لبعض الفقرات التأهلية والأهل زي ما أنتم عارفين كان تغلب على المقاصة بهدف رامي ربيعة وصعد لدور التمانية في الكاس عشان يلعب المقولين العرب والفائز من الأهل والمقولين هيلعب سموحة اللي صعد على حساب منتخب السويس فبالتالي كاس مصر ابتداء من دور التمانية حيقام زي ما قالت ربطة الأندية أو اتحاد الكورة أنه حيقام خلال فترة كاس العالم أثناء فترة التوقف بتاعة المنديال في نوفمبر حيستكمل كاس مصر ابتداء من دور التمانية شوف مؤكد أنك أنت وانت بتشاهد المشهد دلوقتي لازم تذكر وتتذكر أنت أيضا أي هو احنا المشهد ده نقيمه ازاي أي وأنا هنا هتوقف عن مدرب كرة اليد اللي هو بيمرن عنده خطة وبيتواصل مع الناشئين ولما طلب منه المشاركة في البطولة العربية كان رأيه الاعتذار أي وقال كده بالضبط أي بطولة هناخدها لازم نسعى للفوز به إذن هي الهدف بتاعه هدف قمي ولا يستطيع أي خبير مهما كان أو أي فريق مهما كان أنه ينتقل من قمة إلى قمة إلى قمة بهذه السلاسة وبدون تضحيات أي ده يرجعنا الإيه بقى المشهد في كرة القدم أي احنا خدنا كم قمة في السنتين دول قمم قمم طبعا هتقول لي طيب ما أنت بتضحي بالدوري عشان هو أنت أولوياتك كانت إيه عشان أفريقي أولوياتك كانت أفريقي اللي غابت عنك سنين هالدوري هترجع له هترجع له طيب وعرغم هذا إحنا بنقول إيه ما تستغلش إن أنا منهك وإن أنا مش في أفضل حالاتي عشان تقول إيه ما تشوف نفسك ما تتكلمش على التحكيم ما تشوف نفسك ما تتكلمش على الجدول ما تشوف نفسك ما تتكلمش على القرارات الإدارية ما تشوف نفسك ما تتكلمش على إخفاء الخطابات التي أطاحت بفرصك الإفريقية إحنا كنا لحد نهاية أفريقيا السنة دي بنلعب تحديات قمة ولو كانت الأمور طبيعية لفاز الآلي وكان متأهلا الآن عن أفريقيا ولكن أنت فيه بتجري وناس بتشدك طيب ما هنا لو أنا بحالتي بجرك شد زي عمي وانت معاك لكن لما بقى أنا منهك لا سيبني عشان أقدر أتصدر السباق ولا بفارق ضئيل أو بوهن لما تقوليش ما أنت مش بنفس القوة أنا مش بنفس القوة لكن قوي إلى درجة أنه لو خدت حقي أكسب البطولة ولا يا أستاذ براهيح صحيح طيب فلما نيجي نتكلم مبارح فوص صعب ها فوص صعب ما أنت بتلعب وانت قد راهن أن الأولوية بقى إيه للتحديات القادمة أن أنا رايح المنهكين جدا واعتمد على الناشئين والناقيين لأنه بيبقوا خدوك برضو هم كمان قصة من الراحة من التحديات فيبتدي لا والأهل بمنحضر كنا حطينا بطايق صحيح في الملعب القلب منحضر يعني هي استطيع أن يتغلب على الصعاب بالمجامع القائمة بس كل حاجة ليحدود ليحدود مش سبعتاشر اللعيب غايبين واللي موجودين ما هم قدوا واستحوزوا ستة وستين في المية سيطرة بعض الفرص اللي هي مش كتيرة الخطأ فين في القرارات لأن فيه إرهاق زيني على بعض اللعبين مش قادر يتحكم في القرار السليم ولكنك أيضا هو فوز بجدارة في الآخر مش بجمال ولكن بجدارة فالحقيقة يعني يجي ضربة الجزاء بقى في الأول فتريحك تيجي في الآخر فتبقى مشدود فتحس إن الغطبان يجي الهدف في الأول فترتاح يجي الهدف في الآخر إنما في الآخر أنت حققت الهدف الاستراتيجي بالتأول إلى دور الثمانية واستمرت على الدفع بالناشئين بعضهم استمر إنه يحصل على الفرصة ويقول لك أنا موجود والبعض الآخر حيظل يتزبزب لأن المطشات والتلاحمات يعني أنا أشفقت على أحمد سيد غريب لأنه مش ملعيب زحمة ولعيب مساحات مش لعيب إنه هو ياخد في الزحمة ويرقص ويعمل كده محتاج مساحة إنما في حاجات وإنت بتتفرج طمنت عليها برضو علي لطفي موجود وحاضر وسادد ديانج لعب واحدة من أفضل مطشاته زياد ما كانش بتواهج المهارة ليسرق قلبك لكن كان موجود وحاضر تكتكيا بشكل واضح جدا مش عايزة أعدد عشان أنا مش داخل في تخييم لكن عايزة أقول الناس تتنبه وهي يا بيته بتقيم إنك في ظرف استثنائي عشان كده يا جماعة الظرف الاستثنائي ده والحطة اللي أشار إليها المهندس عاد له أنت أدائك وحش بس وإنت وحش قوي أنت محتاج تاخد حقك لأنه أكم من مباريات كلمة وحش قوي دي مش عقباني أكم من مباريات مش الأهلي لكن مش وحش أكم من مباريات استنادي في الدوري لما حد كان يطالب بالأهلي بحقه في ضربة جزاء أو موقف يقول لك أنت وحش أيها سيد أنا وحش بس يديني حقي أنا وحش أنا كويس دي حاجة تخصني أنا أقيمها أنا أدائي أقلب كتير جدا من حتى المرشاة اللي فاتت لها أسباب المدرب يعيها لكن حتى وأنا وحش لما بتديني حقي بتقاهل وصعد ده الفرق بين أن أنت تستخبى ورحدت أن أنا وحش فتدوس علي أكتر هي دي اللي كانت مبرر للآخرين في الفترة اللي فاتت أنت خسرت نقاط كتيرة في الدوري أدائك سيء أدائك أقلب كتير فمستغل عند الجمهور بس عالج نفسك بس ده مش لعبك بس تشوف مش ده السبب ما تتحجيكش بالتحكيم كل الكلام اللي أنتوا كنتوا بتسمعوه من التفسيرات يا سيدي أوكي أنت بتتكلم على نحية فنية وأنا بتكلم على حقوق الملعب الدين حقوق القانونية وملكش دعوة بمستوية الفن أخسر أكسب دي حاجة تخصه مستوية لكن أداء الوحش أداء السيء مستوية الأقل مش مبرر أن أنت كمان تهدر حق الأداء يعني أخر المكسب لغاية ديئة تسعين أو بعد تسعين لكن هي مباراة كؤوس سيد إبراهيم محمد علي كلاي فيه خلاف أنه أعظم ملاكب في التاريخ نعم في البداية كان بيكسب بروعة وبإتقان وبالضرب القضاء في الجولة اللي حددها لما غاب شوية نتيجة الإيقاف والضغط عليه معنويا موضوع فيتنام وتسحب منه اللقب في طريق العودة تلقى هزائم وعمل انتصارات ضيقة جدا لم تسحب منه جداراته كأفضل ملاكم يعني أضارت الظروف اللي هو راجع فيه ولكنه ظل الظاهرة والأسطورة العمل سعر للملاكمة فنادي الأهلي لا أنا وحش بالقياس للأهلي وحش بالمتوقع مني لكن في الملعب أنا للطرف الأفضل فأنا اللي عايز أقوله أنا ما كون أنا في الملعب الطرف الأفضل وكمان ما تدينيش حق مهما أنا مش حاجزة لأن أنا مش بالقوة اللي تقدر تقهر كل الظروف لكني بالقوة اللي تخليني صاحب حق والأقدر بالفوز والأقدر بالفوز برضو يعني جدارة الفوز دي مهمة أنت مش بتختف هدف من هجمة مرتدة المنافس في الملعب مش أحسن منها مش أحسن مني هتقولي هو ضعيف هو قوي لكن الملعب يقول إيه الفرقة دي تستحق الفوز وما جانش يعني بغي تأخر الفوز بدليل إن أنا كل نقضي الفرقتي هو الفوز تأخر ليه إذن أنا كنت جدير بالفوز مش بالجمال اللي أنا عايزه ومش بالقوة اللي أنا عايزها لأن فيه ظرف كلنا بقى خلاص مش هنوعد ننقشه بدليل إنه كنتوا عايزيني الناشئين ونريح على القبار ده حصل نناقش الأمر في سياقه وفي المباراة برضو خلونا نحيي لعب الأهل الصعد وحارس مرماه المعار إلى مصر المقصة أحمد طريق سليمان حايل ابن كابتن طريق سليمان مدرب حراس مرما الأهل والمنتخب السابق الحياة عمل مباراة كبيرة جدا وده بقى دي نزاهة الرياضة وده شرف المنافسة ابن الأهل ومعار من الأهل وهو اللي أخر الفوز للأهل حتى الدقائق الأخيرة لحد سمع إن الأهل لام المقصة ولا أثر على أحمد طريق ولا تكلم في حاجة زي كده لأنه الأهل لا ينشر من أولاده إلا كده اتربى على شرف المنافسة اتربى على السعي إلى أنه يقدم أقصى طاقة مهما كانت الظروف فبنحييه والحيي فريق مصر المقصة الحياة معظم لعينته كانوا صاعدين صحيح تأكد هبوطه للدرجة الثانية لكن عنده مقاومات عودة إن شاء الله إنما في حاجة لقطة مضيئة في هذه الموراة ولأول مرة تحدث أن يطلع المدير الفني والمسؤولين بعد ما شافوا ضربة الجزاء مستغربين جدا من تصرف اللاعب بتاعهم وبيقول لك ضربة جزاء بيعترض له هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلا بحضراتكم الجديد مبارح مجلس إدارة اتحاد الكورة اتخذ عدد من القرارات المهمة في تنظيم الموسم اللي جاي كانت في بعض القرارات الجديدة شوية في تنظيم المسابقة أو في وضعيتها لكن كان أهمها الاتفاق على استقرار الدور الجديد يبدأ 16 أكتوبر ويبدأ بنفس الشكل الحالي كان فيه محاولات لتعديل النظام اتفق إنه هو يبدأ 16 أكتوبر بـ 18 نادي بنفس الشكل اللي عليه شوف أستاذ إبراهيم أتمنى طبعا يبقى فيه محاولة لأنك تضغط الأندية لكن خلص خلينا لكن كويس التاريخ ده التاريخ ده ممكن يتيح الفرصة لراحات وحجازة كده هيبقى بعد من انتهاء الدوري عندك حوالي شهر وأسبوعين أو العشر تيام ودي الأول مرة تحصل يعني هتريح أسبوعين وتستقنف فترة أعداد مهمة جدا إنك بس كل الفرقة تطلع جهازة سلبية كل الفرقة ترجع مع بعضها كل الفرقة تتجاهز مع بقى خطة على مهلة كده تحطها لاستعادة المكان تمام الجديد بقى يعني تقرر بقى استحداث مسابقة الممتاز به القسم الأول به من 18 نادي وده قرار مهم جدا يخلق فيه مسابقة بجانب المسابقة القسم الأولى تقدر تسوقها زي الأولى تقدر تسوقها زي الدور الممتاز وتقدر تعمل فيها مستويات قوية يكون دا دعم للمنتخبات هي باشي دي بقى هيدا أستاذ إبراهيم دي اللي محتاجة بقى إيه حاجة سثنائية لأنك انت رجعت زحلقت للدرجة التانية بما جمعها حطيت حاجة في الضص خدت المميزين هتعمل منهم 18 نادي يعملهم سابقة قوية وممكن تسوقها بالظبط الشغل على فكرة الدور الإنجليزي في ست مستويات صحيح بعد كده بقى القسم الثاني هيبقى ست مجموعات بمشاركة 72 نادي 12 نادي في كل مجموعة القسم الثالث 12 مجموعة والاتحاد اعتمد عقد روي فتوريا المدير الفني للمنتخب الأول واعتمد عقد روجيرو ميكال المدير الفني للمنتخب الأولمبي وتعين معها ورياض شيتوس مدرب مساعد وعصام الحضر مدرب حراس مرمى واعتمد عقد الإنجليزي مارك كلاتنبيرج دي فيتوريا ممعوش حد مصري لا لغاية دلوقتي لا وانت اعتمدت خلاص بقى كده اه اعتمد هو قالك عنده فرصة الراجل لما سألوه نقدر نجيب مساعد مصري قال له ممكن تجيبه مساعد مصري عشان يتعلم مش عشان يدير ولا يشتغل يعني عايزين تحط حد صغير يعني عايزين تحط حد صغير معايا ضمن الجهاز يتعلم ويتطور هو دي بقى النقطة الوسط الرياضي ما بتعملش معاه صح قاعد يقوله على الجهاز الفني اللي معه كيروش ما لهش لازمة ما بيعملش حاجة ما بيقولش ما خدوش بالهم ان الجزء ده اهم من انك انت تقول تقول لي ايه متى لو عندك اللي تقوله وانا عايزه منك ما جيبش انا ما جيبش حد اجنابي لكن هو مش هسمحلك تقول ولا تعيد هو وهو الطبيعي انت مساعد يعني يعني بك كتير يديك معلومة عن العيب عن بتاع عن خلفية يقول رأيه لكن انه عايزه في الماتش يقف يكلمك يقولك يقولك ما يقولوني وانا بيقولوني طيب كمان كلفه الدكتور يهاب الكومي عضو المجلس برقاسة بعثة منتخب مصر 2006 لمسافر الجزائر لكاس العرب وتعيين محمود حرب مديرا اداريا للمنتخب الولمبي والموافقة على عرض الاتحاد القطري لاستضافة مباراة السوبر المصري السعودي واعتماد تعليمات القيد وده مهمة بقى العشرين للدور المسمي الجديد فتح باب القيد اول تسعة قيد تلاتين لاعب في القسم الاول وهنا كان فيه ميزة قالك فيه خمس لعيبة من موليد تسعة وتسعين والفين هو دلوقتي خلت تلاتين في القسم الاول يعني انديت الدور الممتاز كل نادي بيسجل تلاتين وكل نادي عنده مسابقة لألفين وواحد دور الشباب فألفين وواحد من حقه يسجل خمسة وعشرين زائد خمسة من موليد تسعة وتسعين وموليد ألفين وواحد ألفين تسعة وتسعين والفين منهم خمس لعيبة ده بيرايح تحت بيرايحهم تحت وعندهم فرصة لعب فوق ويدعوبهم فوق ويدعوبهم فوق دي كانت نقطة مهمة يعني برضو تلاتين بس منهم خمسة موليد ألفين في خمس لعبين أجانب لكل نادي شال الاستثنى بتاع اللعب الفلسطيني أو الشمال من شمال إفريقيا خلاص هم خمس أجانب في قايمة كل فريب في الدور الممتاز في القسم التاني مسموح لكل فريب اتنين أجانب وفي القسم التالت لعب واحد أجنبي لن يسمح دي النقطة مهمة بقى لن يسمح للمدير الفن المتعاقد مع نادن أن يتولى مسئولية نادن آخر حال فسخ التعاقد من جانبه أي مدرب يفسق عقده مع ناديه أثناء الموسم عشان يروح يدرب فرقة تانية لا مدام انت اللي فسخت قعد في البيت لغاية لما الدور يخلص طب لو النادي هو اللي فسخ لك عقدك لك فرصة واحدة تدرب نادي تاني كمان تعرف ده معناه ايه؟ وده مهم جدا جدا ومحترم شوف الواحد لما فيه قرارات محترم لان مشيت بيها معناه أنا بمرن دايما حصل السنة اللي فاتت يعني نادي سموحة مدربه في سموحة لا ما يسيبش يروح نادي تاني نادي المحلة مدربه في المحل لا ما يسيبش يروح نادي تاني لكن لو هو نادي المحلة أو نادي سموحة فسخ العقد يروح اي نادي يعجبه فهنا مش هتقدر بيرامد مقدرش مش عارف ياخد منين الاهلي مش عارف ما ياخدش منين اذا ما لك نفس القصة اذا عايز تفسح عقد مدربك التحرم بس هو يسمح له بقى لو انت فسخ تعقده يروح نادي تاني لو حد عرض عليه حد لكن لو انت عايز مدرب في نادي تاني مش هتعرف تاخده هيقوله ايه خلاص يا حبيبي هنا يا جماعة فيها نقطة مهمة الحفاظ على امانة واخلاق العمل جدا لان دي نقطة كانت مهملة عندنا جدا لو قيم فنية ما تبتدلش موسم اخترت اللعيبة وبتاعه بذبت واحد بيدرب فرقة عنده الهارد بتاعها كله كل صغيرة وكبيرة عنده فجأة يروح سايبها ويروح يلعب او يمسك فرقة تانية يلعب ضدها طب ما انت خلاص انت معاك الهاردسك بتاع الفريد ده كله انت تمنت على هذا العمل خلال توليك المهمة عارف كل امكانيات الفريد وكل ظروف اللعيبة وظروف النادي ما ينفعش تستغلها ثم نفسته بعد كده فدي نقطة اخلاقية الحياة يحيى عليها اتخاذ الكرة انه تصدالها بهذا الشكل بعض الناس هتسأل طب وانا هعرف منين اذا كان النادي هو اللي فسخ العقد ولا اللعب ولا المدرب هو اللي فسخ عقده الحقيقة الباندت قال انه النادي اللي رايح يوسق عقد المدرب الجديد قبل ما نوسق له عقد المدرب الجديد يقدم ما يفيد سبب رحيل المدرب السابق انت مشيته ولا هو اللي مشيه هيو هنا بيتمسك بقى من لسانه قبل ما تروح توسق عقد مدربك الجديد طب لو قالك فسخنا بالترادي لا يوجد شيء يسمى بالطراضي لا يوجد شيء منهم يتحمل المسؤولية الاثنين سيتحملوها لا مهندي مش متحمل حاجة انت فسخت بالطراضي يبقى انتراضي انا بس بقول المشاكل اللي ممكن تظهر ولم يظهر فيها نص لكن اذا فسخت بالطراضي يبقى انتراضي يبقى ما تبطرداش ارفض ارفض انت مش عايز تمشي بالزبط كمان سمح لكل فريب بقية ثلاث لعيبة في قائمة الانتظار حتى يناير دي كويسة باش مالدس كويسة بس عايزة تتفهم ايه بقى انت الوقت يديتني تلاتين تلاتين وديتني تلاتة لحد يناير يبقى بتوعي لو عايز اخد منهم حد محدش جاب سيرة الاعراض محدش جاب انا من حق اعير ادي ايه ولا هو لازم بالتلاتة الحتة دي مهمة جدا لان كان فيه كلام الانتظاري بتعير بالعشر لعيبة وبالتمن اللعيبة ويرجعوا لهم او بيلعبوا ضدهم او بيقع يعني انت كنت سامح باعراض هل هيبقى في حدود التلاتة اللي من قائمة الانتظار ولا الاعراض ماشي زي ما هي لان كان بيقول لك عايز تعير اللاعب حطه في قيمتك ودي كانت حتبقى عيبة على القيمة لان ايه انت هتلعب لناقص يعني حطه في قيمته وطلعه مش مطلعه كده اللعيبة ضر الاندية اللي محتاجة كواليتي معاين من اللعيبة ضرد اللعيبة نفسها ضرد ايه فموضوع الاعارة ده مجادش سيرته هل معناها ان الدنيا ماشي زي ما هي ولا لا يريد يبقى دي مجال استفسار ونجاب عليه بعدين الموقف من الاعارة طيب البند المهم قوي ولازم ناخد رأيك فيه لا يجوز لاي نادن شراء لاعبين الا في حدود الميزانية المقدمة من النادي في ملف الترخيص ما هي دي بقى السلامة الميلة قلناه قلنا لك يا جماعة الناس تعرب ميزانيتها ده وانفاقها هيكون ايه لو هو انفاقها في اطار الميزانية المقدمة بيقول له الترخيص بتاعك لو انت هتتعاقد ونكتشف ان المبالغ المتعاقد عليها اكبر من ميزانيتك هنقول لك اسفين اي مفيش ترخيص او انت ما تقدرش تعمل او مش هنوفاء لك على الكلام ده هتقول لي في الاندي هنمجد تتفق مع بعضها يبقى فلوس من بره هتعمل ايه بقى انت بتزبط دي خطوة خطوة جيدة احسن من ما فيش اي خطوة جيدة طلبنا بها مرارا وتكرارا ودي حتزبط ايه بقى حتزبط الاسعار شوية الاسعار واكد كل الانديها دلوقتي عندك سقف انت ميزانياتك ميزانياتك طب قول لي بقى بخبراتك وهذا حد ممكن يكتب ميزانيات يعني غير وقعية ازاي هتحسب عليها من جمعية العمومية هتحسب عليها درائبيا يعني سدنا من الجمعية لانه معظم الانديها في مؤسسات معظم الانديها انديت هيئات وشركات ما عنداش جمعية عمومية في مؤسسات في الدولة تراقب انت مقدم ميزانية مش هيقولك سرفتها في ايه طب فين المتبقى منها مش متراقب ماليا ازا كنت قطاع عام انديها تابعة القطاع العام هتراقب انديها قطاع خاص عندها جمعية العمومية من اللي جاء للاعمال لا ما فيش كده عشان كده اتصور ربا شواندس الحل الامسى الرقابيا من المنبع انه اتحاد الكورة يختر الرقابة الإدارية بالموقف المالي الكلية حيحصل ما فيه اجراءات بموجة بالطرقية هو الرقابة الإدارية هتوقع تتفرج ما الدرائب بتجيلك ليه عشان فيه رقابة إدارية وفيه ضرائب بتدور على حقوقها وفيه لعيبة هتبقى مسكة في حقوقها وحتحول توصقها بقى وفيه أندية ملتجمة أمام جمعياتها العمومية سواء كانت من رجال الأعمال أو حملت الأسهم أو من الأعضاء كلهم يرقبوا هذه الميزانية فيه طرق رقابة فيه تحايل ما فيش حاجة ما فيهاش تحايل ما فيهاش حاجة ما فيهاش تحايل أنت ممكن تيجي تدي لعيب وتقول له هتديلك من محب برا برا الميزانية بس حكتب عقدة كده كده هتثبتها إزاي هتثبتها إزاي هتثبتها إزاي هتثبتها إزاي هتثبتها لو تعرض عليه عرض رسمي من نادي تاني بمبالغ أكبر فحيقول أنا ليه وفقت هنا ومفقتش هنا هنرجع للحب والولاء اللي عايزي لف لكن حدود التلاعب هتتلام أتوقع هبوط الأسعار أتوقع هبوط المرتبات أتوقع انضباط إلى حد كبير في العمل الكروي نتمنى نتمنى أن ده يحصل زي ما نتمنى كمان فيه خبر أنت بس إيه فات منك يتم عمل أشياء على بيان أعمار اللعبين تزوير انت عارف فيه إسورة بيلبسوها عشان يعرف من الرسم ودي أفاحت بفرصتنا في بطولة من البطولات الإفريقية أي لما تمنع خمس ست لعيبة الإسورة صفارت فده كويس لأن الحقيقة اللي بيحصل إيه لما يكون واحد مسنن ويلعب في الأعمار الزغيرة دي بيبقى قوى من زماله فيبقى بيحجي بالفرص على اللعبة موغوبين حيتقلقوا بعدين يعني أنا لسه كان فيه حد بيكلمني أنه كان بيلعب كورة في الناشئين ويعني بطل وبطل عشان نتجوز لا لأ العيبة قالك أن لأ أقصد أقول إيه إن فيه لعيبة زيت ريزيجي كان اللعبة حيمشيها عشان دمج أعمار دمج أعمار وهو ما كانش لسه بالقوة أن يجاري هذا الأمر لكن لما كبر وسنه بقى الطبيعية فيه عين خبيرة زي كابتن عمر أنور ما مسك المجموعة دي قال لهم لا الراجل ده ما يمشيش هايجي فجاء جدا يعني فده اللي أنا عايز أقوله إنك المسنن بيطيح بواحد ملوش زم هي تزوير يعني هي تزوير ما يجيبش خير أبدا عشان كده بقولك ما تحطي للنقطع كده في الغلط ده تزويري حبيب روحت للفقرة الجاية سريع أنا باش مهندس عشان كده فيه كلام كتير بيه بعض متلسانه تلوين الفار عار تقنية الفيديو أو الحكم المساعد كانت مثار جدل وعايزين نفكر ونذكر وده قلنا المرة اللي فاتت النادي الأهلي أول من طالب بتقنية الفار وقبل ما تظهر بسنتين وهو بيلحى على مجلس إدارة اتحاد الكورة برئاسة المهندس هاني أبوريدا أن الاتحاد يعمل على تفعيل هذه الخاصية للمساهمة في ضمانات العدلة في المسابقة وشوفنا الحلقة الماضية احنا جبنا تاريخ القرار بالزبط اللي النادي الأهلي بعته لاتحاد الكورة كان في الحلقة الماضية اللي النادي بعته لاتحاد الكورة ونص عليه بضرورة المطالبة بتقنية الفيديو والاتحاد عمل اللي عليه بعد كده بفترة إلى أن ظهر الفيديو في ملعبنا وأعتقد كانت مباراة للطلاع الجيش مع أمبي لكن اليومين اللي فاتوا أسيرة حواديد كتيرة حوالين الفار حتى أنه أحد النقاط الرياضيين طلع في أحد البرامج وجاب أرقام عايز يدلل بيها على أنه الفار خدم الآلي أو الآلي لما ظهر الفار مخدش بطولات الفار أبعد الآلي عن البطولات ما يفيد أن أنت كنت بتكسب بدون الفار يعني كنت بتتجامل من التحقير لا لا لها معنى تاني أي أهم أه هو ما مهيب بيقول له يعني أنت أن الفار حقق العدالة للزمالك ماذا تعني الأرقام قال له أن الفار حقق العدالة للزمالك خلاص لا ممكن يكون ظلمة الأهلي يعني أنت أنت بتفسر بالطريقة اللي أنت عايز توصل بيها من خلال الأرقام اللي أنت قلتها اللي هي لا ليس محتما أن تقود إلى هذا التفسير إطلاقا لأنه ممكن جدا النادي الأهلي وقتها كان مرعب كان مكشبه أربعة وخمسة كنت هتلغي له طيب هنا بقى فيه ثلاثة أربع حقائق برضو لأنه لما الأرقام تتقال للأهلي لعب ستتاشر ماتش حقق قبل الفار حقق تمانية واربعين نقطة بنسبة مية في المية لأن أنت كنت قوي جدا لعب الزمالك ستتاشر مباراة حقق واحد وثلاثين نقطة بنسبة أربعة وستين في المية لأنه كان أقل بعد الفار للأهلي لعب طمانتاشر مباراة حقق واحد واربعين نقطة بنسبة ستة وسبعين في المية الزمالك لعب طمانتاشر مباراة حقق أربعين نقطة بنسبة أربعة وسبعين في المية في الصوبر الآهلي فاز بالصوبر في بداية الموسم قبل تطبيق الفار والزمالك فاز بالصوبر بعد تطبيق الفار طيب وكلام كتير حوالين حتى البطولات اللي تعملت لكن خلينا نقول الردود المنطقية والواقعية بالمستندات وبعظمة لسان الناس بالأرقام لأن هنا عايز أقول أنه ده تلوين للفار تلوين حقيقي للفار الفار بتاعنا غير الفار بتاعهم الفار بتاعنا لما الراجل كلاتنبرج شافه ماشى سيد مراد المسؤول عن هذه الخدمة في الاتحاد أو في اللجنة سيد مراد ابن منطقة بورسعيد معروف موقفه ضد النادي الأهل ده اللي كان مسؤول المباشر طيلة هذه السنوات عن الفار كل التدخلات كل التعينات كل التوجهات كل التعليمات كلها كانت من خلال هذا الرجل كلاتنبرج الراجل مجرد بعين خبرة مجرد ما بدأ يلاحظ قال لهم لا بدأ يهمله خالص فالراجل قدم استقاله ومشي وكان الاتحاد منتظر هذا الاستقال عشان يخفف العبء بالنسبة للخواجئ وبانت من كلام الأستاذ جمال علام النهاردة مع لجنة الحكام ومع كلاتنبرج قال لهم اللي هيقوله الراجل هنمشيه وإحنا كل طلباته وبالنسبة لنا مجادة والله إذا كان يعني بالقرارات دي يا أستاذ إبراهيم بالتصريحات اللي قالها أستاذ جمال علام مؤخرا يبقى الاتحاد حيشتغل كورة بقى وده مهم جدا بس يستمر على كده عشان عشان نشوف إذا كان فيه جدوى بإذن الله وبإذن الله يكون فيه جدوى طيب بالأرقام بقى علشان تشوفوا قد إيه الفار تلون وتلون ضد الأهل فقط ومش هنستخدم رأينا هنستخدم الأرقام اللي حصلت طوال الموسم اللي هو مع التراكم والتقادم الناس بتنسى هؤلاء بس ممكن أعلق قبل ما تتنقل للأرقام فضل قلوه أستاذ خالد يرى إن البار خدم يعني أظهر العدالة يعني يعني الأهل لما حقق العلامة الكاملة وتعطر الزمالك كان نتيجة لعدم وجود الفار طيب السنة دي خلينا في السنة دي الدور الأولاني في العشر مطشط الأولانيين في وجود الفار كانت نتائج الأهل بتاعتنا ولعبنا لمباراة المصري كانت أول هزيمة صح وبدأ المنحنة وبدأ المنحنة ينزل وبدأ الضغط من الفار يظهر بس طيب كانت النتيجة يا جماعة إنه خلال هذا الموسم حتى الآن عشان أي حد يقول لك الفار والأهل والأهل ماستفيد من الفار ومن ساعة لما جاء الفار ما الأهل ما أخدش بطولة لا أقول لكم بالأرقام الأرقام اللي ما بتجذبش وبترد على أي حد الأهل هذا الموسم الفار أضع عليه 12 نقط تضرر الأهل من التحكيم ب12 نقط والزمالك استفاد ب8 نقط يعني الأهل أضير ب20 نقط 12 اتحرم منها و8 أضيفه للزمال بقرارات فار ده الموسم ده بقرارات فار عشان تشوفه وهقول لكم ليه الفار بتاعنا غير الفار بتاعنا لا بس راحزة واحدة بقرارات فار بس إيه قرارات عنده حق فيها ولا عنده شك فيها ولا ما كانش عنده حق بنسبة 100% فيها ل12 نقطة دول خبراء التحكيم أجمعوا على أنه للأهل حقه أهدر حلوة بس للأهل حقه أهدر وتمى النقاط وتمى النقاط وضيفه للزمالك بدون واجه حق باعتراف خبراء التحكيم ومنهم من ناسب المناسبة اتكلمت في قناة الزمالك كابت ناصر عبرووف السنة دي البطولة تأثيرها أهو عشان لما حد يقول لك الأهلي مع الفار ما بيكسبش لا مع الفار الأمين الأهلي يكسب مع الفار الأمين النزيه العادل الأهلي يكسب أو يخسر لكن اللي حصل من وقائع 12 نقطة اتحرم منها الأهلي بسبب التحكيم مقابل 8 نقاط استفاد بها الزمالك بسبب التحكيم وده على رأي كابتن حلم طولان هو ده امتداد للموسم الماضي ولا ايه كابتن حلم قال كده لما خلاص زهق جدا في ماتش ام بي قالك الله وفي ايه هو ده امتداد للموسم الماضي طب هو الموسم الماضي كان ايه كانت مجزارة العدالة مجزارة العدالة بكل معاني الكلمة لأنه في هذا الموسم الأهلي تضرر ب15 نقطة وعرضنا لكم قبل كده ماتش ماتش ولقطة بلقطة باعترافات خبراء التحكيم 15 نقطة اتحرم منها الأهلي السنة اللي فاتت واستفاد الزمالك بتسع نقاط عشان يخسر الدور الأهلي السنة اللي فاتت لكن أنا ليه بقول لكم فارنا غير فار فار الناس كلها الفار بتاعنا عمل كده الفار بتاعنا تدخل ضد الأهلي عمدا بهذا الشكل الفار بتاعنا بيلعب في عبنا عن طريق سيد مراد اللي كان الراجل الفاعل الأمين مع الكابتن عصام عفتاح لكن الفار بتاع بقية خال الله الأنظمة الجادة العادلة الفار فيها ما كانش كده خالص بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وما تخافش على الأهلي لو فيه فار أمين ونزيه وشريف في غرفة تقنية الفيديو محترف لكن لو فار من اللي بيلعب في العب لا مش بتاعنا معروف توجيه ومعروف تلوينه معروف تلوينه وهنا أقول لكم بالوقاع هي هي هو نفس قانون الكورة ونفس بروتوكول الفار وهو نفس النادي الأهلي على فكرة اللي بيقولوا إن الأهلي ما بيخدش بطولة هنا علشان الفار دخل هو نفس النادي الأهلي لما لقى تقنية فيديو منضبطة وعادلة وأمينة في أفريقيا عمليه آخر ثلاث سنين ثلاثة فاينال منهم اتنين خد البطولة والتالتة كلكوا عارفين ظروفها وكاس العالم يطلع تالت النادي الأهلي ياخد اتنين دورة أبطال أفريقيا ياخد اتنين صبر أفريقيا بالفار الأمين اللي ما بيستقبلش لا تليفون ولا توجهات ولا يتأثر عليه ولا سيد مراد يملي ولا يحط النقطة غلط ولا التوجه ولا كفاية عليه كده الأهلي الكلام ده مش موجود في الفار الأمين الفار اللي التوجد في كاس العالم للأندية حكام دوليين عالميين كانت النتيجة أن أنت حتى مش بس بتاخد برونزيت كاس العالم مرتين لكن في وجود الفار يا حضرات اللي بلعب مع الهلال السعودي والهلال السعودي الزعيم بكل انفوزه وقيمته ومكانته وتأثيراته ومؤثراته النتيجة أن أنت حتى وانت كسبان حكم الفار كان في المباراة هو الفرنسي كليمون توربان ده كان حكم الملعب حكم الفار ويلدي لجود أنت متخيلين أنه بيحكم مباراة الأهلي والهلال بيطرد بالفار ماتيو بيريرا لعب الهلال في الديئة 14 وبيطرد محمد إبراهيم كانوا في الديئة 28 وما تأثرش بالنتيجة ما تأثرش بالنتيجة محدش ناقش القرار القرار قرار الفار لأنهم ما يتردهمش بشكل مباشر الواقع التانية بالذات ما كانتش قدامه دي ناس عايزة يعني تحترم مسؤوليتها عايزة تحقق اللي شايفاه الحكم مش مخرج الحكم يحكم بما يراه إنما ما يحكمش بما يقود المباراة لبر الأمان بر الأمان دي مش شغلته عشان كده الإخوة النقاد اللي بيقولك الفار والأهلي الفار الأمين الأهلي يكسب بطل آسيا مع الفار الأمين الأهلي يكسب بطل الأمريكا اللاتينية مع الفار الأمين الأهلي يكسب اتنين دورة أبطال أفريقيا ويلعب فينال ثلاث مرات وراء بعض في وجود الفار ويكسب اتنين صوبر أفريقي بل إنه حتى بوجود الفار هنا في مصر هو الأهلي عمل ايه مع الزمالك؟ شخصيا بقى. الاهلي في وجود الفار كسب الزمالك اتنين واحد في نهاية القرن عشرين عشرين. كرة قفشة. مش ده كان فار. وتحكيم أفريقي. بقول لكم فيه فار بتاع الناس وفارنا. فارنا ده حاجة تانية خالص. فارنا وصل لمرحلة يا باوات. ان بتتشال فيشة الفار عشان يحط الكابتين اللي يعملوا شاي. ده كلام الكابتين سابير عصمان. ده الفار بتاعنا اللي بيحاسبوا الاهلي عليه. ده الفار اللي بيحسبوه انه هو حد من بطولات الاهلي. أستاذ أفراهيم. انت بموتش الخامسة استكتر عليك النتيجة. رغم ان الحكم احتسب لك ضربات جزاء واخد بالك. لكنه حاسب عليك ضربة جزاء وهمية. بالفار. لأني كسب الزمالك بالفار اتنين واحد في نهاية عشرين عشرين. كسبوا خمسة ثلاثة في مباراة الاحتواء الشهيرة. ما هي دي؟ قالك احتواء. كسبوا اتنين واحد للموسم الماضي. ومخسرش إلا مباراة واحدة في نهاية كاس مصر لأسباب فنية. كلكوا عارفين. ده الفار مع الاهلي. طيب. لا لا عزيزة اتواقف فينا. اتنين واحد دي. لا لا ده التانية اتنين اتنين. في ماتش اتنين اتنين التعادل ده. اي. انت الفار لغالي جون باصر راجعي. عشان الكورة كانت بتتنطط قبل ما تتلعب. اتنالت مرة اتنين جون. اي. والحكم صفر جون. انت في ماتشك. الزمالك تعادل معك بكورة اتفاركت. واللعيب لعيبها مرتين لنفسه ولعيبها. ولا الفار استدعى. يبقى عدم استدعاء الفار هنا. قد يكون لأسوب. حيقولك ده حكام أجانب. طيب استدعيتني انا ولغيت لي. ادي من الحاجات اللي الفار لغها لي. جونين. في تطبيق القانون. دي تعادل مباراة دي. نعم. طيب. شفنا الفار بتاع الناس اللي عندها أمانة في التحكيم. وشفنا الفار اللي ما بيتأثرش عليه. وشفنا الفار اللي ما بيستقبلش تليفونات. الآلي بياخد حقوقه. أو حتى بيخسر مباراة. لكن بالنهاية في مناخ. ويضطرد له لعيب. فير جدا. في مناخ فير جدا. يضطرد له لعيب. يكسب يخسر. في النهاية في أمانة. في مستوى تحكيم عادل بيده كل فريق. حقه بنسبة كبيرة يعني. لكن الفار بتاعنا اللي بيحزبه الأهلي عليه. بيحصل فيه إيه؟ الفار الملون. النادي الأهلي بيلعب مع البنك الأهلي. هدف صحيح. ما لغي. الفار بيلغيه. السنة اللي فاتت أو اللي بتاع السنة اللي فاتت. الخبير الإنجليزي مع ميدو. وميدو رجل زمالكاوي مش أهلاوي. بيسأل ديرموت جلاجر. بيسأل الإنجليزي في قناة النهار عن القرار بتاع الأهلي اللي الفار ظلم فيه الأهلي. بقول لكم مش هنستند لرأينا. ده راجل إنجليزي وميدو زمالكاوي. نشوف الفار الملون عملي. بيسأل الهدف اللي تم إلغاؤه والراجل قال لي أنه متفاجئ ومش مصدق أن الحكم لغى الجول بيقول إن الكورة جول 100% بيقول إن المهاجم اللي هو في الحالة دي أيمن أشرف. عنده كل الحق إنه هو يروح للكورة. أنا عن نفسي أنا شايفها مش جول. هو بيقول إنه هو دخل في أرجمنت مع ألان شيرر الإسبوع اللي فات في الستوديو في إنجلترا. تهدف برضو مماثل على ماجواير. وألان شيرر كان بيقول إنها فاول وهو قال إنها مش فاول. فهو بيقول إن الجول بتاع النادي الأهلي جول 100% وهو متفاجئ إن الكورة أو الحكم راح للفي أر ولغى. هو يمكن حتلاحظوا إن إحنا ما جبناش كل تعامل الفار والنقات اللي فقدناه بسبب. وإنما جبنا اللقطات اللي فيها رأي محايد في الفار. لأن ما سمتش المحلة مثلا 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 بتاع ثلاثة واحد بتاع معروف اللي الجول الأولاني نتج عن اللي جيه في الأهلي جول الهزيمة نتج عن فاول مش فاول. ثانيا فيه طرد مش ممكن محدش يحسبه ما تحسبش فيه ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس ما تحسبتش. وخسرها الأهلي بدلا ما يفوز 2 صفر خسر واحد صفر لكن إحنا ما جبناش ليه لأن ما فيش أراء خارجية قالت رغم إن النقات هنا برضو قالوا لا كان فيه طرد وكان فيه ضربة جزاء والفاول مش فاول. الإنجليزي ديرموند جالاجر قال لي بيدو جون أيمن أشرف ده مينفعش يتلغي الفار لغاه الفار بتاعنا يعرف أحسن من الإنجليز. لكن كما لو كان البنك نفسه هو اللي معمول للأهل في حاجة يجي يلعب الأهل مع البنك الآلي الموسم ده هدف لمحمود وحيد بيلغي أمين عمر بسبب الفيديو بسبب حكم الفيديو واللي تقال ساعتها من عصامها فتاح دي روح الفار وروح القانون وروح البرتوكول. بالبرتوكول برضو مش رأينا. رأيي كابتن أحمد الشناوي في التدخل الخاطئ للفار ضد الآلة عشان تشوفه قد إيه الفار ملون. هنا أنا أعمل بوز لي أمين عمر مواجه للتنفيذ مواجه للتنفيذ أنا أعمل هنا بوز تاني هنا بدأ الأي بي بي. إن كان هنا يبدأ الأي بي مش من اللي فات مش من اللي فاتت هنا ده الأي بي بي بدأ هنا هنا إلى أي بي بي يعني الفار يا جماعة لا اللي هو بناء الهجوم الواعد اللي هو حكم يبدأ يشيك من هنا أنا أريد اللي هو لقابلها كابتن يعني لأ فيها كانت كرة في القابلية الكرة النهار دي أنا متحركة مش ما هي بداية يعني بداية ما هو هو يبتدي الهجوم الواحد هنا ده استقناف لعب دي مسؤولية الحكم دي بالضبط ده ده استقناف لعب وليس هناك في التحام كان ممكن يرجع له زمن لقيت اي التحام نعم واضح فطبعا هنا بدأ الاي بي بي هنا لما تتلاعب بقى الكورة بالشكل ده ايوه هنشوفها دلوقتي دور الفار هنا يقتصر فقط على اللي انا جايبه بعدك نعم ايه هو هذه الكورة من هنا التسلل هل هناك تسلل او لا لا ده فيه اتنين مغطيين طب رامي التماس لو نفذها بشكل خاطر ايوه وخدها لعب وجاب جول الفار يجي يقوله ده نفذ التماس بشكل خاطر لا طبعا مش دوره مش دور الفار مش دوره ايوه الاستقناف والكورة متحركة مش مخالفة دي اي بي بي مش موجودة انا بقى اللي بنيابة عنك الاهلي حرم من هدف طيب اذا التدخل الفار هنا هم بيقولوا خطأ اجرائي بس لتجميل الصورة هو خطأ قانوني احنا جبنا لكم المادة القانونية اللي بتقول لا يجوز ولا يسمح لحد غير الحاكم تقرر الاستقناف وبمجرد الاستقناف لا يمكن الرجوع يعني حتى الحاكم استقنافت واحدة واثنين واحدة وشوشك لا يمكن الرجوع بالضبط 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 يا اخوانا لو كان فيه هدف غير صحيح والحاكم سنتر فبعد كده الفار رجع له لا الكورة دي بدم سنتر انتهى السقن في اللقب ما يقدرش يلغي بالضبط اذا راميه تلقوت وراء والأخي الكاشف ان في الدورة انجليزية تحصل هوا في نفس الاسبوع وعرضناها واحنا على الهوا اه قوت اترامى غلط اترامى غلط ومش من مكانه واسفر عن هدف وتحاسب والفار ما يدخلش لان دي تلكيك تلكيك الفار بس هو هنا سماه بروتوكول الفار اللي علينا احنا بس البروتوكول ده طيب شفت الفار الملون تدخل ضد الاهل ازاي كابتن جمال الغندور مش هنقول رأينا برضه كابتن جمال الغندور في الواقع نفسها الرأي فيما يخص الفار مع الاهل اللعبة كان فيه مخالفة اللعيب عايز يلعب الكرة بسرعة حط الكرة عشان يلعب بسرعة فالكرة كانت متحركة فده اسمه خطأ في الإجراءات هنا الخطأ ده كان يجب على حكم المباراة بانه اللعب واقف ومحور تركيز الحكم واهتمامه هو الكرة مفيش حاجة تاني فكان يجب على الحكم انه لما تم التنفيذ بهذا الشكل انه ثورا يعلن عن اعادة التنفيذ طيب الحكم لم يعلن عن اعادة التنفيذ واستمر اللعبة طيب مفيش حد من جملاءه اللي في الملعب نبهوا انه في الكرة اتنفذت بشكل غير صحيح تمام؟ تمام سجل هدف سجل هدف طيب نرجع بقى هنا حكم الفار تدخل وهذا تدخل غير قانوني بمعنى ان حكم الفار ليس له دور في مخالفة إجراءات التنفيذ يعني كده هدف الاهلي صحيح الهدف يحتسب بالشكل صحيح لا يمكن لحكم الفار ام يتدخل اتلغى بشكل غير قانوني ده الفار ده الفار بس اخط تحت كلمة قانوني دي ها هذه المبركة انا يجب ان تعاد ولكن عدم ارادة تحقيق العدالة هو المنع لان كان لسه الاهلي في الصورة وبينافس انت دلوقتي هتبتدي تاخد بعض حقوقك على فاكرة الواقعة دي تمت المهمة بنجاح ها بالضبط هاديناك فابو بلاش بقى المرشات الاخيرة ما خلص اضيت هي تعشت كده على فكرة الواقعة دي كابتن اصامع فتاح بعثها لأحد خبراء التحكيم في الاتحاد الدولي فردوا عليه انه الهدف صحيح وما كان يجب للفيديو انه يتدخل لان ده مش من اختصاصه سكت الرجل وما قالش حاجة لحد لا قد ده نبدي المحضرات في روح الفار اه في روح الفار نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف الفار وروحه اخبارهم ايه اهلا بحضراتكم من جديد متواصلين معاكم في الفرق بين الفار والفار وهنا عايز افكر حضراتكم بحاجة من اول ما اتقال ان الاتحاد الكرة هيطبق تقنية الفار هنا الموانس عادلي الحقيقة كان له كلمة حكيمة جدا وثبتت فعلا صحتها قالك يا جماعة العبرة مش بالفار العبرة بالعنصر البشر اللي جوه قط الفار معه انت في النهاية اللي بيحط الخط ده واحد واللي بيعيد الصورة ده واحد واللي بيقرر واحد واللي بيختار الزاوية اللي هيحكم من خلالها واحد فالعنصر البشري موجود فهنا رغم ان التقنية واحدة والبروتوكول واحد والقانون واحد لكن فار هنا غير فار هناك الفار هنا احنا بنعرض نمازج بنبين بيها قد ايه الفار ظلم الاهلي وانه الاخوة النقادر اللي بيطلعوا يقولك الاهلي فقدت دوري سنتين او ما بيخدش بطولات بقاله سنتين عشان تطبق الفار ده مش دليل عدد ده دليل ظلم عشان تخنق الفار ده دليل ظلم مش دليل عدد بالضبط عشان تخنق الفار وبرضو بنقيم الدليل مش من كلامنا احنا قلنا انه فيه 8 نقاط السنادي لتحكيم اضعهم على الاهلي فوجود الفار 12 12 نقطة على الاهلي وتمى النقاط استفادها الزمالك يعني في السباق بتاع البطولة في 20 نقطة ضد الاهلي 8 استفاد بيهم الزمالك و12 خسيرهم الاهلي ده غير السنة اللي فاتت طبع السنة اللي فاتت موسم خلصان لوحد وموسم وصف الكابتن حلم طولان انه ده امتداد للموسم اللي فات بالشكل التحكيمي اللي كانت عليه الفار اللي كان عليه حكام البيت نفس الغلطة هنا تحسب ضدك نفس الغلطة تستفيد منها هنا وفي الرد على كل هؤلاء دفاعا عن قيمة الاهلي وبطولات الاهلي ونزاهة الاهلي وشرف منافسته يعني الهدف كله انه محدش يمس قيمة بطولات الاهلي ولا عرق ومجهود لعبته الاهلي يخسر بطولات يا ما خسر بطولات يكسب بطولات يا ما كسب بطولات بس في كل الاحوال الدين حقي اعدل لكن يتعرض الاهلي لكل هذا الظلم ثم يكون هذا التبرير ده اللي مرفوض بالتأكيد جملة وتفصيلة ولما بنقيم الدليل عليه بنقيمه من خلال خبراء التحكيم شفنا المصريين طب نشوف الأشقاء العرب هم نفسهم كخبراء متابعين الموضوع ازاي الحكم السوري الكبير تمام حمدون تحدث في قناة الكاس القطرية عن الواقع نفسها اللي الكابتن عصام عفتاح برر انه فيه حاجة اسمها روح البروتوكول وانه يتلغي هدف الاهلي عشان الكورة تحركت شفنا كلام جمال الغندور وكلام الجمال الشناوي نشوف كمان السوري تمام حمدون هل هدف الدولي المصري صحيح ام لا كورة تلعبت الكورة تمشي والفار ألغى الهدف باعتبار ان الكورة كانت متحركة عندما لعبت الفار لا يتدخل في اجراءات واستئناف اللعب في طريقة استئناف اللعب واجراءات يعني الركلة الركنية خلينا نقول التعبت من خارج قوس من شروط اللعبة الركلة الركنية تلعب من على القوس او داخل القوس التعبت من خارج القوس هل يتدخل الفار لا يتدخل الفار نهائيا رمي التماس لم تلعب من مكانها اللعبة مترين او ثلاثة او عشر انتار مكان اخر لا يتدخل الفار اذا تدخل الفار غير صحيح في هذه الحالة وعندما يوجد انمص لا مجال للإفتاء واضح العملية يعني اصلا يعني ما بيش حد على مستوى العالم ما قالش ان ده كان كلام غير قانوني وخاطئ ولكن لم يرتدع احد كان ممكن نقول ايه دي غلطة لو شفنا اصلاح بعدها لكن شفنا ايه فتحة صدر وتمادي تمادي افقد ذلك الذي يريد ان يتحامل حرصه وحذره حتى جاء مقتله من مكمنه لان الكرة الكاشفة الاخرنية ما كانش يتسكت عليها لان النقطة غلط تعرفت لو ما حطش النقطة دي لو كده موهه على الناس وقاله دي افسايد والفار قال ها كتعدد لكن لما حطيتلي النقطة غلط يبا انت بتزور التوقيع طيب شفنا رأي سوري في قناة قطرية على ما يتعرض له الاهل من الفار طيب الجزائري جمال حيمودي وده حكم دول كبير نشوف رأيه ايه في الفار مع الاهل رأي حضرتك ايه هل هذا الهدف كان صحيحا ام لا حكم الفيديو ليس له الحق في تدخل فيه هذه اللقطة ليس من حق خلاصة وهو ان بروتوكول الحكم لا يسمح له بتدخل عندما تكون الحرة متحركة او كذلك فعتناء ركالات الحرة او الركنية وحتى انتهى لو انتهى الامر بذكر الجزاء او هدف فلا يجب ان يتدخل البروتوكول الفار في هذه الحال البروتوكول الفار قانونيا عنده اربع حالات يتدخل فيهم والشيء الاخر ليس له الحق هل هناك ما يسمى بروح البروتوكول للتنفيذ لا 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 هناك قانون روح القانون وهناك بروتوكول الظار احنا محدين اول شيء في كرة القدم بقانون كرة القدم محدين كذلك ببروتوكول الظار اللي هو يحدد اربع اشياء يتدخل فيها البروتوكول ويسمح لها البروتوكول باش يتدخل معادة ده ليس له الحق في التدخل في هذه الحالات طيب لا يحق التدخل ولا يوجد ما يسمى بروح يعني احنا بحاجة بروح ببروتوكول او روح البروتوكول او ده هناك روح قانون ببروتوكول الفار ولدينا اربع حالات حددنا القانوني تدخل الفار وهذه الحالة الحالة لاست منها ولكن ما قالش الحالة دي لاست منها قال لا يسمح ولا يمكن الرجوع بعد ان تستأنف اللعبة يعني اللعبة عدت وتنقلت مرة مرة واحدة كفاية التانية لا يمكن الغاء الهدف لا يمكن ولكن لا حياتها لمن تنادي صاد إبراهيم انا افكرك بحاجة انت بتقول ده ده هنا في تونس جمال حمود الجزائري اه في تونس في تونس في تونس يا جماعة واقعة هو جمال حمود بس اللي قال من تاني قال ارأيكم ان الكابتن عصام عفتاح لما كان برا اللجنة سنة اللي فات كان حاضر ندوة في تونس مخاضرة للحكام في تونس ونقلتها صحيفة العين الإماراتية عن مراسل تونسي الرجل قال له من الفار افسد الدور في مصر من الرجل الكابتن عصام عفتاح نفسه في المحاضرة اه في المحاضرة ونقلتها صحيفة عين الإماراتية وماعتقدش الإماراتيين هيكذبه وما عندهمش مصلحة كلمة قالت في محاضرة ليه الفار افسد الدور في مصر اللي بيحاسبوا عليه الأهلي عشان التدخلات ده الدوري استنى بس افسد الدوري في مصر مش اللي كذبه الأهل ها مش كده طبعا يبقى الدوري اللي مكسبوش الأهلي دوري فاسد طيب ضمن الأراءة بقى فيما يفعله الفار مع الأهلي الكابتن ياسر عبد الرعوف الخبير التحكيمي في قناة الزمالك نشوفه في أونطق الهدف الذي تم إلغاؤه ليه النديل أهلي صحيح أبلا يعني أعتقد أنه كل الأراء احنا سمعناها والإجماع على رأي واحد بس أن حكم الفار ما كانش يجب عادي أنه يدخل في الحالة دي لأنه دي مش كونه واجباته وأن بروتوكول البار نص على الحالات اللي يدخل فيها حكم البار وعلى الحالات اللي هو يمتنع فيها على التدخل طيب فيه كتاب قانون بيتكون من 17 مادة وبعدين فيه حاجة اسمها مصطلحات وتعريفات وفيهرس وكل الكلام ده يعني الحمد لله أعتقد أننا متابع أعتقد أننا محاضر ما سمعناش أبني كده عن حاجة اسمها وروح البروتوكول تمانع عن روح القانون آه إنما يروح البروتوكول تحديدا لا ما فيش حاجة وإلا جاء حيبقى فيه روح المادة الأولى وروح المادة الثانية وروح المادة السبعتاشر إنما الكلام ده مش معهول جبنا حاجة من عندنا ده الكابتن ياسر عبرقوف الخبير التحكيم المعتمد في قناة الزمالك وهنا كان بيتكلم في On Time Sport مع أبراهيم فاي وردا على عصام الفتاح في تبريرو للقرارات الفار ضد الهالي قال لك ما فيش حاجة اسمها هو كان يعني الراجل أضافة أضافة رائعة قال لهم القانون في مش عارف 17 المادة وشرح المصطلحات ما فيش حاجة اسمها ما وردتش ما تعلمناش ما ذكرناش حاجة زى كده لكن اللي عايز يختارع هو حر طيب لا هو مش حر بصراحة ليه إحنا بنعرض ده يا جماعة هو ده تعرض في حينه بس إحنا دلوقتي بندلل به على فار وفار فار فار جدا بلا حد كبير يظلمك ينصفك ييجي عليك يضيع حقك ياخد حقك في النهاية في رنف وفار هنا ملون جدا باعتراف الخبراء نفسهم بما فيهم خبير في قناة الزمالي إنه قد إيه الفار في وقاع كان بيتدخل ضد الأهلي اللي بيحاسبوه على البطولات إلى أن جاءت مباراة الأهلي وفاركو ودي كانت القاسمة لأنه الفار بيتدخل بخط غلط بخط غلط هو أنت أستاذ فراهيم عندما يتدخل فار نقول تدخل خطأ طب عندما لا يتدخل في إثبات خطأ تجاهل حقك يعني أنت تطمتش المقولين شوف إحنا بالنط إزاي في ضربة الجزاء المحتسب وكأنه صعب عليه إن الراجل احتسب ضرب الجزاء اللعيب دخل لعيب المقولين لوحده منطقة الجزاء قبل التنفيذ لقل أنكت من كده عشان تبن قوي هو اللي شتت الكورة قبل ما تروح للعيبة النادي الأهلي والحكم الرابع واقف والحكم صاحب قرار ضربة الجزاء واقف والفار واجه موجود ولم يعني هنا عدم التدخل ما هو ما هو ما هو ظلم يعني أقصد أقول لك ممكن تاخد مني موقف سلبي دون أن تتدخل وتضيع لي حق إحنا عملين تكلف كم نقطة الصنادي كده بالطريقة دي 12 نقطة طيب الفار أنا هتقول لي مش في أحسن حالاتي برضو مش عايز استخدم الكلام اللي بيبلعه لنا أهلي وحش الأهلي وحش بإنقياس للآهل لكن بالقياس للمسابقة هو في كل مباراة ما بيخدش في حقه كان ينبغي أن يفوز بتلغيله حقوق ما بتدينه حقوق بتتغاضع عن حقوقه بتدي المنافس حقه زيادة يبقى أنا كده بيديع من الدوري صحيح مش عشان أنا وحش بس عشان أنا مش كويس لدرجة أن نتحمل تحملك علي طيب في مباراة فاركو الواقعة شهيرة جدا هدف لبيرسي تاو لا تخطئه العين البشرية العين المجردة تحسبه لكن محمود عشور رح حط خط الناس كلها استغربت إزاي الفاري يتدخل بهذا الشكل إلى درجة أنه ماركا كلاتنبرج الإنجليزي في أول مشاهدة له للدور المصري بعد ما تولى أو هو منتظر يتولى المهمة استغرب جدا إيه اللي بيحصل ده إزاي الفاري يعمل ده كابتن ساميرو عثمان رأيه في هدف الأهل في فاركو كان إيه بالظبط نشوف نحن بعد ما عملنا الخطوط اللي احنا شايفنا قررنا مع هانيا عفتاح إن الهدف سليم أما جينا عملنا مسافات شفنا إن المسافة المسافة من آخر مدافع الخط المرمى كان 15 متر و 48 سنتي 15 متر و 42 متر طيب المهاجم اللي اتحسب عليه لو أقل من 15 متر 48 سنتي يبقى الكرة دي تسلل طيب عاوزين نشوف خطوط الفارة عملت إزاي نعم النقطة لازم تبقى محطوطة في الكتف ده يعني الخط ده يبقى محطوط هنا ده السورة اللي تعالي من تقنية الفار أو غربة الفار دي كانت عندنا حالة مهمة أنا ممكن ممكن أجيب لك حالة تانية بعد إذنك مباراة الزمالك و بيرامنز الأخير الزمالك و بيرامنز تستقم الحكام اليوناني اللي أدار المباراة فيه كرة شباها الهدف الثاني الزمالك بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة بس أنا عاوز أقول لك بصراحة الكرة دي أسهل من الكرة أسهل أسهل من الكرة دي كرة مطشي الأهلي النهاردة و فارقه أعتقد أسهل بكتير من كرة زمالك و بيرامنز تبقى لرؤيتي هدف الأهلي سليم هي هعمل ستقل لرؤيتك تبقى لرؤيت الجميع بلا استثناء يعني نيجي بقى هنا وهنا مربط الفرس فالستاذ بريم مربط الفرس أو مربط الفر بص لحد أنا مش هبطل أفكر في المعنى اللي الناس مش عايزة تروح له أو رايحة له بس مش عايزة تركز فيه البشر الخطأ متعمد أسبتها لك إزاي أسبتها لك إنك إنت لما تيجي عايز تخدعني فتخدعني بتزوير تخدعني بتزوير اعتماد عن هتعدي اللازرق والأحمر الأحمر هو ساب يبقى أفصايت خلصت لا هو الأحمر ده محتوط فين هو أنت الأفصايت بتاعك بتحسبه ناحية خط مطقة الجزاء ولا ناحية خط مطقة المرمى خط مطقة المرمى أنت خطوطك معمولة ناحية خط مطقة الجزاء لكن حظه السيء إن من سزاجة التزوير إن الناس كلها شافتها محدش ما شافهاش كويس كده الوحيد اللي علق عليها من غير ما شوفها ولكن لو شافها هيرجع يصحح مؤكد الكابتن يسرع عبد الرعوف لأنه أسخ في رأيه لأنه لما جابه لأستاذ كابتن ميت حتشالي بجابه أول واحد قبل ما يحصل راجل جابه بالتليفون فممكن هو اعتمد على الخطوط اللي قدامه ما اعتمدش عن نقطة محتوطة فيه لأنه هو قال كده وده يعقودني إلى شيء الكابتن وجيه 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 أحمد اللي هو يعني فاكر أنت فاكر جبناه له فا الكابتن وجيه أحمد بس هو الكابتن وجيه أصل من جواه سدقني هو إنسان كويس شخصيح كويس يعني بيتضغط أنا أقول له ما يتضغطش عليك لكن هو بيتضغط عليه خلاص حتى وهو بيجاوب مع كريم في الوقعة دي قال إيه قال لو الخط الأحمر والخط ده لو ده سابق ده لو سابق ده يبقى خلاص أفصيد طيب قال له يعني الخط محتوط صح ولا غلط قال له ما هم بيقولوا في اتحاد الكورة إن هم شفوها بالتريانجل والأفقي والرأسي والعمودي وبيقولوا إنه هدف صحيح قال له كده محتوط الخط صح قال له لو اعتمدنا على الرؤية لا ده جون لو اعتمدنا على العلم هم بيقولوا العلم بيقولوا مش جون قال له يا كابتن وجي الخط محتوط صح ولا غلط الراجل قال له طب ما يتطلعون قالوا كده ليه آخر ما غلب الراجل مش عايز يطعم في زمانه مش عايز يحرك حان فقال لهم ايه طب ما يطلعونا هم شافوا ايه وعملوا ايه هم مش عالم ما أثبت لهم ما يورونا العلم اللي أثبت لهم وهي كلمة قد يبدو أنه بيدافع فيها على الاتحاد ولكنها بتدين الواقعة بتدين اللي قاله هذا كلام لأنه مطلعش مطلعش عشان كده يا جماعة وزا طلع بقى دلوقتي شباحنا التكنولوجي كلاتنبرج الإنجليزي لما تعرضت عليها اللعبة قالوا ملجون صحيح وما كانش يجب أبدا أن الفار يدخل بشكل ده ويلغيه وهو تقريبا واخد قرار بإيقاف محمود عشور لنهاية الموسم آه مش هيعلن لأنه الاتحاد قال أنه الليحة النظام يعني دمنا إعلان عقوبات الحكام ليكن ولا ده اللي بربط الفارس مش ده الموضوع لكن ده تدليل على إيه لأنه في الواقع للكابتن شوير عرضها للكابتن ياسر للكابتن سامير عثمان كانت واضحة جدا الفار والفار الزمالك وبرامدز حكم يوناني وتقم الفار طبعا يونان نفس الغرفة المصرية ونفس الفيشة المصرية اللي شألوا عشان يعملوا بها الشاي هي نفس الفيشة ونفس الغرفة ونفس الدسك بس قاعدوا عليه خواجات يونانيين الزمالك مع برامدز ويالت تتعرض دلوقتي اللقطة اللي الكابتن شوير عرضها لسامير عثمان وقال له ده بتاعة الأهلي كمان أسهل عشان هنا الخطوط محطوط هنا بصوا كورة الزمالك مع برامدز اتحسبت جون قال له برغم انها صعبة بس اليونانيين الفار اليوناني فار أمين ما عندوش توجه لا مع الزمالك ولا ضد برامدز كورة حسبها جون وهي جون احنا بنقول اللي لينو اللي علي دي جون جون سكورة الأهلي لانه الفار بلدي فار جبلي لغى وعمل الهللة دي كلها امتدادا للكلام اللي كابت الحلم والتلالي قال لك لفار الجبل يهدوا كده لفار الجبل الكبير انتو شفتوا الفار وبعد كده يتقال لك قصو عشان الفار أو حد من الزملة للنقاط يطلع يقول لك عشان الفار ومن ساعة لما الأهلي يتعامل الفار من أول ما تعمل الفار الآلم هو قدم دليل إدانة على الفار الكلام اللي قاله معناه أن الفار جاء ليظلم الآله مش ليحقق العدالة الزميل محمد شبانا كمان كان له رأي نشوفه مبارح والأول مبارح حصلت قزمة كبيرة جداً في اتحاد الكور وهقول لكم تفصيلة برر بها عصام عبد الفتاح ليه قد المحمود عشور الماتش بتاع بيرامد زغاز المحل أولاً عصام عبد الفتاح كان مقتنع أن محمود عشور مش غلطة وكلاتنبرج بيقول لك جاب جهاز الفار وجاب الناس المسؤولة على الفار وبتاع الاي تي والراجل اللي مسكت تقنية الفار اسمه السيد مراد محمود وقال لهم وباخهم مش قال لهم إزاي الكورة دي ما تحسبش جول وإنه إزاي الحاكم دا اللي أخطأ دا تلعبوه في نفس الأسبوع وكأنكم بتعندوا الأندية إزاي دا يحصل لأن هذا خطأ فادح الجول بتاع الأهلي وفارقه كيلاتنبرج قال إنه خطأ فادح فيتقال إيه بقى تخيلوه إنه لو ودين محمود عشور في العلن يصبح من حق النادي الأهلي المطالبة بإعادة مباراة فارقه يصبح في حالة إعلان عقوبة محمود عشور وده الجميل اللي عمله وصامة عبد الفتاح بلي ما يمشي قفل على الأهلي الباب ده لعب محمود عشور عشان يعلن هو كرئيس الأجلة حكام إنه محمود عشور بريء هو ده الكلام بقى ليه بيدفعوا عن خطأ واضح ثبت خطأ عشان مباراة ما تتعادش بالضبط زي مباراة البنك عشان مباراة ما تتعادش ما هو أنتوا يا شباب خلينا في جمهورنا وخلينا في ناسنا اللي وصلوا إلى قناعة إنه نحن وعشين من السائل اللي بيحصل فينا لا إحنا وعشين بالقياس إلى الأهلي لكن مش حسين بالقياس إلى المنافسين مش ده الأهلي أبدا 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 ولكننا في كل مطشط اللي تظلمنا فيها كنا نستحق الفوز لأخذنا حقنا اتعادنا على المنافسة جزء منها لأسباب تخصنا ولكن الجزء الواضح المباشر اللي في الملعب الأخ الفار اللي رفضوا تحقيق العدالة لأنه فيه مطشين كانوا حيتعادوا فيه مطشين وعلى فكرة ضربة الجزاء التي لم تعاد في المقانون خطأ في تطبيق القانون لأنه خطأ وضع واحد دخل وشتت الكورة واستفاد من الدخل شتت الكورة والحادث ده أثر على نتيجة المباراة احنا احنا عشين الديني حقي بقى وأنا ضيع ضربات الجزاء الديني حقي وأنا أخسر الدوري أبتدي أقول أنا بأخسر لأنني أنا مش عارف رغم إن أنا خدت حق إيه رغم إن أنا خدت حق إيه إلي إن أنا أسباب تقصيري هي اللي ضيعيت لكن أنا النهاردة أسباب تقصيري جزء وظلمك المتعمد لي وتجاهلك في إنك حتى تعترف بالخطأ عشان ما ترجعش تديني حق لدرجة إنك أنت زي ما قال الأستاذ محمد شبانة إن كلاتنبرج قال لهم يا جماعة فيه إيه أصلحنا لو كنا عقبنا عصاء محمود عشور هلازم نعينه بسرعة عشان يبن مش متعاقب عشان الموتش ده كان ينبغي أن يعد في عايزين اعترافات أكتر من كده عايزين حاجة يعني يبقى احنا النهاردة الفقرة دي الهدف منها بنحاكم الفار اللي الناس عايزة تصوره إنه كان جاء لينصف هو جاء ليظلم مش جاء لينصف الفار جاء ليحقق مهمة هو مين اللي طالب الفار وأصر عليه مين ندله وأنا قلت الخطورة هنا أقول لك ما أنت اللي عايز ما أنت اللي عايز احنا كنا عايزين يحقق العدالة هو احنا طلبنا ليه استجرنا من السفار الظالمة فجاء من يظلم أكثر من السفارة بكثير وبجرأة نطلع لفاصل وبعد الفاصل شر البلية ما يضحك أهلا بحضراتكم من جديد الفار بقى في الوضعية بتاعتنا واللي الطقم اليوناني كشف المسألة إزاي إنه في النهاية أنت بتكلمها لعنصر بشري عنده توجه وعنده اتجاه وعنده رغبة وحد عنده اتجاه واحد فقط للقانون شفتوا مع الزمالك وبرمز عملية ومع الآله وفارك عملية لكن لما تستغربوا إنه الفار المصري الفار الجبلي ده وصل به لدرجة ايه أنا بقول لكم الشر البلية ما يضحك في اللي قاله كابتن سامير عثمان مع الزميل إبراهيم فاي حكم بيحصل أنا اسمات حكم من الحكم ويقال والعهد عراوي بيقول لي ده كمان ده كتبوا فيها تقرير إيه بقى اللي حصل فيها تقرير إن مباراة من المباريات الحكم الفار لقى الدنيا ظلمت عنده تمام الدنيا ظلمت ظلمت إيه شاشات تقفل شاشات تقفل الرعد عراوي أنا الموضوع ده لسه عرفه من نصف الساعة بس أقل إحنا كنا كتبنا تقريب الموضوع تستاني للثاتف لو تقريبت كتب بص يا إبراهيم بقى وما كانتش في التحقيق لأ كله يتحسب أنا بقول لك كله يتحسب لأن أنا أقول لك ده حاجة تجن من الواحد طبعا أستدى المشاهدين فيه ممكن بس أما يعرفه المعلومة لأني أعرفتها لو حقيقة كله دول يتحسبه كله دول يتحسبه قايبقول الشاشة قطعت شاشة قطعت شاشة قطعت شاشة قطعت شاشة قطعت راح كلم حكا من بورا قالوا خلي بالك أنا مش شايف قالوا يعني قالوا الشاشة قطعت مفيش أربع داقة ثلاث داقة كلموا المخرج آه ما عليش راح للشاشة راجع تاني اللي أنا أقوله لك ده بس ما تتحكش عشان إحنا على الهوى ماشي بعض الفنيين بيعملوا كتل على الشاي شدوا الفيشة قطعت الكربة اللي خواه داوري ممتاز أنا بلعف داوري من أستاذ إبراهيم سنة الفاتحة وبقوله إن كتبوا تقريب أنا مش هيدي لذا قلته دا متسجل عندكم بقى أنتم نزلوا براحقتكم هل دا ينفع تاني معلش تاني معلش بس يا كابتن سمير أصو هناك من الهم ما يضحك تاني كده أحد الإيه بقى أحد الإيه معلش أحد الإيه أحد الفنيين اللي موجودين كان بيعمل كتل شد الفيشة بتاعت كان بيعمل شاي فحط البراد بتاع الشاي لا أبو كهربا دا شال الفيشة شال الفيشة وحط الفيشة بتاعت الشاي بتاعت البراد الشاي كهربا أنا صادق معك دا لك لا ثانية واحدة شال الفيشة بتاعت الفار وحط الفيشة بتاعت البراد عشان يمزمز ويعمل كبات شاي حاجة تكنيكا اللي أنا معرفها ففاصل الموضوع بعد كده رجعي ملايين بتنفق من أجل غاية تبدو نبيلة وهو تحقيق العدالة ولكن أكون ما الحقيقة الفار هو درجة هادية لاستئناف القرار على ألعاب سريعة جدا فأيب عندنا وقت نشوفها عشان نوصل للعدالة لما يصل بك الأمر أنك تزايف النقطة ما هو اللي شد الفيشة لما ييجي كابتن سامير يقول لنا بقول لك كلامة وحسب علينا بيتكلمك على الهوى الدنيا ضلمت ورجعت تاني الصورة ليه؟ لأن الفني شد الفيشة عايز يعمل شاد شايف وشايف أن العملية بتتطبخ مش محتاجة أن الفيشة تبقى طول الوقت محطوطة أو يعني مش مهم يعني الملايين اللي بتصرف دي عشان تتشد الفيشة بالسهتار وتعمل شاي ممكن أثناء الأربع ده دول كانت تحصل أحداث وربما تكون حصلت وتردمت ولكن لما يكتب تأريزة كده لا يظهر للعيان ولا هو ولا نتائجه بقول لك الحاكم قال الحاكم الفور قال للحاكم أنا مش عايف أنا برا ولا يعدوا استحرير ولا تم المشاور إحنا وصلنا لإيه؟ وصلنا إن إحنا فتحي سدرينا قوي للغلط و آمنين قوي لعدم العقاب روح بروتوكول الاحتواء جاء وقت الإدارة مش الصفارة مش القانون أو العدالة إحنا إحنا جاء الوقت لمكافأة الجاني علشان ما نعيدش المباراة يا الله يا الله كل الناس دي لا حسابها لسه ما جايش لأن هناك حساب من نوع آخر أولا الحساب يعني اللي بيسموه إيه؟ الآجل والعاجل لا الموضعي أو اللي في الحياة سيأتي سيأتي لأن سيأتي لحظة سيأتي لحظة سيأتي لحظة هناك من يفجر هذه القضايا واسبتها سيأتي لحظة لأن هناك من يريد أن يحقق ويصوب ويحاسب ويرضع ويعتلي كل دي حق حق حتى لو بشكل آدبي زي ما بنشوف حكام بتتوقف بعد عشر واثنشر سنة في أوروبا مش عندنا حييجي يوم يا أستاذ إبراهيم حييجي لأن إحنا هو كنا عايزين اللعب المالي النظيف فيه ناس عايزة بس لما المناخ يخليك الناس على الطرفة طلعت على الطرفة إن كانت بتنفرت بالجنو ما بتجيبش وما حدش بحق معه حد سائل حتى ده حط الطرف اللي قدير طيب هي صعبة أنك تحق مع الرجل اللي شال الفيشة دي آه أقول لك صعبة آه لأن قضيتها أكبر هو اللي فاشل شال الفيشة ده عمدا أو غير عمد فاهم ولا مش فاهم مهمل ولا قاصد طب لو هو مهمل حسابه إيه ومين يتحمل النفقات وإحضار المال العام طب لو هو قاصد مين اللي قاله وبيعمل كده ليه وحجرجرك لمشكلة أكبر اردم زقها بالعصايا مش عايزين دوشة ده بحسن النية بسوق النية أنا شلت الفيشة وأنت متقدرش تعمل لي حاجة لأن أنا عارف أنت بتقول لي إيه ليه لأنه مؤمن نفسه من رئاسة اللجنة هي كده وعشان كده يا جماعة أن التحاضي الكورة مشكورا احنا بنقول يعني بننتقده في حاجات كتيرة لكن لما يعمل قرارات صح لازم أن يدعم ويحيق مجلس إدارة جمال علام أنه يخدم على خطوة أنه يجيب خبير إنجليزي خبير أجنبي هو أنت ما بتخافش من العدالة إلا لما يكون عندك غرض استثمار القائمين على اللجنة وأسوأ شيء في لجنة الحكام أن أنت رقم واحد تحط رئيس لجنة يمكنك التأثير عليه والتواصل معاه رقم اتنين رئيس لجنة يحط ناس تقدر تعين حكام ينافزه المطلوب في المباريات المطلوبة لكن لما تجيب خواجه ما حادش يعرف يتكلمه عشان كده لا ينزعج لا ينزعج من مثل هذه العدلة أنا بس النقطة هنا عبرت عشان ما رجعشه قدام نتمنى أن الراجل ده لا يتم احتواءه أيوة بس ده مهم إنما تعيينه إحنا عانينا كتير قوي ووصلنا لمرحلة أن الاستهانة بالتحكيم أن أنت بتشد الفيش وتعمل شيء أهم تمتخيلين الوضع المضحك المزري ده يدافع عنه يدافع عنه والله واحد زي اللي هو ساروة تسويلا راجل قاعد فترة طويلة مدير تنفيذ الالاتحاد وعارف اللي فيها وهو صاحب المقولة الشهيرة السواء عايز بطولة فهنجيب له حكام مصريين فكذا أنتو المقولة المأسورة بتاعته كده عايز بطولة فهنجيب له حكام مصريين مش هنجيبه جانب عشان كده لا يكره الصفارة الأجنبية المحايدة إلا من كان في نفسه غراب العميد ساروة تسويلا من الحياة أو اللوى خرج بالتصريح قالك لا أتفق هو عضو الرابطة دي كارسة تانية برضو لأنه الرابطة أكتر جهة اشتكت من التحكيم واستقبلت شكاوى كتيرة من كل أنديت الدوري قالك ساروة تسويلا لا أتفق مع قرار تعيين كلاتنبرج لا يمكن أن نترك رموز التحكيم المصري الحبايب بقى لا يمكن أن نترك رموز التحكيم المصري ونذهب لانتداب شخص أجنبي ليرأس لجنة الحكام هذا منطق غريب انت متخيلين بقولك هذا منطق غريب طب وانت بتجيب ليه مدير فني للمنتخب ده اللعيب المنتخب بقى اللي لابس زي الوطن بتجيب له مدير فني نبي لا أنا عايز أقول لك حاجة انت قلت جملة خطفة كده عضو الرابطة انت مش ناقضي يادي انت مش شخصية عامة ساروة انت حتى لو رأيك جوه الرابطة أو الاتحاد لا ينبغي ولا يصح ولا يليق وغير احترافي وغير مقبول ويدرب كل الأعراف انك تطلع تقول رأيك المعارض بره ازاي انت تطلع تقول كده انت فقدت جدارتك بمكانك آسف وانت كنت صديق بس انا شايف واحد تاني قدامي شايف واحد كل شوية اطلع يقول كلامي يا أستاذ ابراهيم كل كلمة يحسب عليها عايز بطولة جبنا له حكم أجنابي جبنا له اللي بيريحه فيه ايو عشان كان بيدير المسألة بالتليفون بيدير المباريات بالتليفون لا ماهود ايه اللي جرالك انت عايز توصل لايه انت بتنتقد قرار اتحاد وانت عدو رابطة ايه ده طب الناس عايزة تصلح وعايزة تاخد بالها من نفسها ماهودك ليه عشان بتجيب الناس دي تاخد فرص تاني يا أستاذ ابراهيم يا عدو رابطة ممثل للاتحاد ممثل للاتحاد ماهودك بتجيب الناس اللي لازم تحاسبها بتجيبها تكافئة للأساس شفنا الفار والفار وشفنا قد ايه الاهل تظلم بهذا الفار الجبل الملون ولما كان فيه فار محايد او عنده درجة شوية من الامانة والنزاهة في أفريقيا الاهل توج بطلا لدور الأبطال وكاس السوبر وفي أوروبا أيضا الاهل يفاز على بطل أمريكا لاتينية وبطل آسيا وحقق اتنين برونزيتين في كاس العالم لأنه كان الفار أمين وعادل ولو كان الفار أمين وعادل وخسرنا لقابلنا لكن الفار هنا يخسر الاهل السنة دي 12 نقطة ويهدي الزمالك 8 نقاط يبعى عفوا تكرار لموشم سابق أبدا ده تكرار للفار الملون بتاع السنة الماضية دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا نقيا قادرا دوما على التتويق أسبوع الخير